أكد عدد من النواب في لقاء خاص للتلفزيون المصري أكدوا أن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات يدعم صناعة السيارات ويسهم في توطين صناعاتي في مصر نكلم نهارضه على مناشة إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وده سيبقى لي وضع سياسات وبرامج لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وده خطوة على توطين الصناعة المصرية خاصة مع احنا شايفين الظروف والتحديات اللي بتواجه العالم بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والضغط على الاقتصادات العالمية ده حيوفر ان لما يبقى فيه توطين الصناعة يبقى فيه تقليل فاتورة الاستراد بمليارات الدولارات سنويا بالاستراد السيارات لما يكون عندنا السيارات في مصر القانون النهاردة كان قانون مهم جدا لدعم صناعة مهمة جدا في مصر وهي صناعة السيارات القانون بيدعم بوجود مجلس اعلى لصناعة السيارات وخاصة سيارات صديقة البيئة وانه يبقى فيه صندوق لتمويل هذه الصناعة ايضا دي خطوة رائدة وخطوة جيدة جدا نشكر الحكومة النهاردة وبنثمن مجهودها لان هذا قانون شكلا وموضوعا وايضا توقيتا مناسب جدا لمصر لان قبل دخولنا مؤتمر المناخ وده اندل بيدل على ان حتى هذه اللحظة والاخر اللحظة فيه عقول ساهرة من رجال حكومة مصر لرفع اسهمات مصر في هذا المؤتمر وطبعا قدام العالم الأجمع